كما أكد الرئيس السيسي على أن ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا لمحاولة إرساء السلام والاستقرار هذا وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود السبع والستين وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية إن ما تعيشه منطقتنا وعليمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأسال الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيالي المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التسعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مصاري حق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعاوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل